اشتركوا في القناة لن يبخل علينا في أنه يسمعنا أغانيهم جميلة أسامة ناجي أرحب فيك مرحبا بك يا حبيبي أرجع أرحب فيك مرة ثانية في أننا أسامة ناجي ومنور معنا وشكرا لوجودك معنا في سهرة الخميس سهرتنا الفنية نحن نقيهم نقوة الخميس للخميس نقيهم نقوة الأصوات الجميلة الطرابية إن شاء الله أكيد معنا نرحب أيضا بالمخرج والمنتج ياسر العاني من خلف الكواليس أكيد كل الاحترام والتحية له شكرا على تواجده طب بأنك أنت بدأت في طبعا المخرج القدير ياسر العاني دعنا نتكلم بدايتها علاقتكم هذه الوطيدة والجميلة الله لا يغير عليكم يبدأ عندكم الحساد يعني دائما موجودين مع بعض ليس شغل مخرج وفنان أخوان وأكثر عن هذا دعنا نتكلم عن العلاقة هذه أول شيء أن المخرج ومنتج السعاد ياسر العاني وجهه التحيات أكيد لتقينا بأحد الحفلات وصار ببيناتني عمل وهذا بالإضافة أنه قبل العمل أنه صارت العلاقة جدا قوية علاقة أخوية علاقة الصديق علاقة أب بابن الله أي فا كبرته وايد يا أبو حبا هو كبره المسكين يعني هو قزد من المحبة من المخوة أكيد أكيد طبعا لا لا أكيد أعطيك العافية طبعا أتمنى لكم كل التوفيق على وفقكم إن شاء الله نبغي ندخل شيء على مشاهدينك بصوتك شو سمعهم حيني حبيبي شو تحت اسمها أنت أنت اللي تبهى مرة هالي شتبهت في هديح حق المشاهدين من صوتك أوكي أسمعك أغنية نزلت من كلمات أستاذ عمار طالب نعم وألحان وتوزيع أخوي أستاذ عمار العاني أغنية ردينا 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 يا قلبي ردينا من الحب ومشينا والفينا يكفينا من الحب وشفنا منا ولا تبنا يا قلبي موشبنا من الحب واسنين يا حب كفايا ما فينا ما فينا ما عاد تسوى نرجع ونوى يا قلبي في دوى خلينا خلينا ردينا يا قلبي موشبنا 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 سهل أن الواحد يأخذ لقب في أي شيء عادي لكن في الغناء صعب جدا وناس تقعد سنوات طويلة عشان تأخذ لقب أكيد ما شاء الله عليك مجرد ما طلعت على مسرح أرب آيدل جذبت الأنظار والناس لتفتتلك وخذت لقب مزمار أرب آيدل ومزمار من أصعب الآلات التي تعزف عليها وليس سهلا ما شاء الله عليك أكيد أوجه تحياتي للفنانة الإماراتية حبيبتي أحلام أكيد فنانتنا أكيد كل التحية لها طلعتني هذا اللقب من زمار أرب آيدل ومن بالبرنامج نفسه صحيح فسمعت صوته وقالت أنه في صوتك فيه شيء يعني أنه من غير موسيقى من غير عزف فالحمد الله أنه أصبح اللقب هويته وما أنس أنا فضل هوك فتح مع هذه الفترة جميل جدا طب إذا ما تكلمنا على البرامج هذه مثل أرب آيدل إذا نحن نتكلمنا عنهم إذا لم توجد الموهبة والصوت الجميل ما ظننت الواحد يوصل يمكنني شارك مرة مرتين ويطلع لكن ما شاء الله عليك أنت كان لك حضور هناك إشقد البرامج ممكن تضيف للي عنده موهبة أكيد رح تضيف لكثير البرامج هذه يعني بالنسبة لبرامج جالب آيدل أو برامج دافويز أو أي اسم برنامج كان نحن نعنو شخص يمتلك موهبة ويريد ويوصلها بهذا الوقت الوقت نهاليا أنه يعني صعب أنه تصلط الأضواء بسرعة على فنان ويطلع مثل برنامج عرب آيدل أو برنامج دافويز مثل ما قلنا أنه برنامج لمشاهده ولجمهوره وإلى آخره أكيد أكيد أنه الصوت رح يبرز نفسه والموضوع مو بس بالبرنامج بأنه بعد البرنامج شو رح يصير أو شو رح يكمل مشواره يعني طبعا هذا أهم شيء هي أصوات حثيرة يعني كانت في البرنامج صحيح لكن بعد البرنامج لكن مشوار عقب البرنامج هو أهم شيء أكيد يبتدي مشوار بعد البرنامج هل فيديو كليبات عندك رح يصار أو بعدك نعم فيديو كليب فيديو كليب صورت أنا أكثر من أربع أربع فيديوهات نعم أربع فيديوهات أو خمسة الأقريب بعد البرنامج النجاح كيف كانوا إياها والله الحمد لله النجاح يعني أنت أعرف أنه حاليا زمن السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي هذا الشغال الشغال العديد يعني الحمد لله أنه جاي طلعنا الأغاني ومستمروا وأنهزي الأغاني إن شاء الله حاليا بعد بعد يلا عطنا المفاجأة أربع ساعات إن شاء الله نازل أغني إي خلص أربع ساعات تريوه على اليوتيوب أرين تعرفين تعبين سلة شيء ألعب سلة لا والله أنا قصيرة مطويلة ألعب سلة هاي ولا كيرا متلعب زين علاقة لك خاصة مع سلة السلة لا مو سلة هاي سلة شيء لا لا سلة كرة السلة بأس كتبوك كرة السلة أنا من عائلة رياضية والدي المرهم الكابتن عدنا ناجي كان من كابتن المنتخب العراق كرة السلة أكيد الله يرحمه أمامي أخواني أنا لعبت فترة كرة السلة بالعراق لكن بعدها اتجهت للفن جميل بل بالنسبة لكرة السلة لعائلة رياضية وما شاء الله كلهم يلعبون يعني في وقت فراغك ترح تلعب سلة؟ ليل حين أو خلاص؟ حاليا حاليا بعد منتجه فقط للفن وقفت كل سلوة السلة الآن يلعب بعضلات الصوت مع ضربة ثلاثية فيه صوت يطلع شيء عملاقة بلايما كنت يعني نسمع شيء ريم يمني ايه لا أسمعه تميز صراحة على المسارح بغناءة للفنان القدير العملاق أبو بكر سالم وبكيت ناس وحزنت ناس وأسعد ناس فنحن نسعد مشاهدين تويتر سأحترق لدينا صراحة أسامة فما نريد أن نزعل أحد أيوني دللوني الدللون الله يسألك سلام عليكم أبو بكر نعم دانا هو دانا ودان دانا ودان دانا ودانا وقال أبو محبار قدني من جديد من وقت زالي ولو سمعت العود ولو سمعت العود دمع العين فوق الخد زال وبعذب الأنغام والألحان هزتني العوالي والجبال العالية والجبال العالية العالية والصوت عالي ودانا ودانا والجبال العالية والصوت عالي ماذا يعني لك؟ أخبرنا عنها، صورتها، ماذا فعلتها؟ صورت في دبي، من كلمات الأستاذ كارو مسادي الله، مجلة أحياء، أكيد هل هناك شيء أكشن أو حب؟ كانت أغنية سريعة من الستايل الهوائي كان هناك دراجة، عبدالله لازم تستهنس دراجة، أكيد، أتحب دراجات نعم، كذلك، نشاء موجودة أكيد، لنضمت دراجات ما أخبرك عن الكليب طبعا، أخبرنا صورت في دبي كان التصوير فكاهي لأن الغنية سريعة وغنية راقصة بقاع الهواء جميل والحمد لله، تم التصوير ونزلت الأغنية وحلوة يعني ما شيء الحالية للمشاهداتها وهذه المرهضة نحن نلاحظ عبدالله منزل هذه تقريبا من فترة والآن في وحدة ثانية بعد أربعة ساعات أربع ساعات يعني ما شاء الله كل تبارك الرحمن يعني 25 و 20 يوم منزل أغنية تنزل أغنية، ممتاز طب ليش ما تجمعهم في ألبوم ولا الأغاني سنجل؟ نحن يعني تقريبا هذي سنة ١٠١٦ قللت أنه كانت في موجودة فكرة الألبوم لكن حاليا زمن السنجل أكثر شيء اللي هو ماشني ينجح أكثر نعم، كثرة الأغاني اللي جاي تنزل طب ليش دائما الفنان إذا كان ناجح عندي صوته وموهب يقولك أنا ما راح أسوي ألبوم أنا عارف نفسي عندي دخلنا سنجل راح ينجح لأنه حاليا ماركي حاليا صار السنجل يعني إنشاري كون أسرع من الألبوم من أنه زحمت الفنانين وماشا الله فنانين هاكي نزلونا أغاني كثيراً لكن ليس هناك أهوية بصرح أعتقد مثل ما قلت وفي نفس الوقت الألبوم يوضعك في منطقة حرجة بأن عندك عدد من الأغاني إذا واحدة مثلاً بدايت تفشل تتضرب الثانيين يومياً تنزل يمكن 200 أغنية 300 أغنية يومياً مع ألبوم يعني ما أعتقد أن الله ترى هذا من شدة متابعتها لكل ما ينزل في الساحة العربية يعني ما شاء الله حافظ عندها تقريباً إعصائيات أكيد أكيد يشوف الأغاني كم أغنية نزلت اليوم لدرجة أنه ما شاء الله مع الصوت هذا القوي جداً أيضاً يقلد فنان قدير جداً لازم يسمعنا عرفتين منه الفنان يقلده أم لا؟ طبعاً غير بوبكر سالم جورج وصوف لا هذا أنا ما عرفته هذا يديد علي صراحة يودينا ودينا ودينا على سلطان الطرب جورج وصوف حسناً سمين جوث المعلومات آه كل التحية طبعاً للمخرج جاسر العاني على هذه المعلومات لايك لايك أعجبين لايك أعجبين لايك أعجبين أتحاسب بره أنا خطي من الدنيا ديام صحاب كتير إحباب شوية شوية ولا كالتلو ما تعيش حرم تحرم علي بيحصدوني لما بضعك وبودوني آية بختك آية بختك نس كتير حواليك تحبك وقف جنبك بيحصدوني من بعيد من غير محتى يربوا مني يشوفوني يشوفوا شايل بعيوني لما بضعك شكرا على فكرة يعني الناس تستقن لك يا سي قلة صوت لا الأصوات هذه صعبة تقليدها وخصوصا من الصوت يعني أنت تتكلم في الصوت ما شاء الله عليه يعني عملاق سلطان الطرب خذ راحة بروحة وخذ مجارب روحة سيطر على خطرة طويلة جدا بصوتها طيب بما أننا بعدنا في التقليد لماذا تقليد يعني خلنا نتكلم عنه رح نتكلم بس هذه موهبة لازم نعرف نحن مشاهدينا حين وكيد جمهورك أن أنت عندك موهبة أخرى في تقليد صوت المرحوم العملاق الفنان ساعد الحلي أهل لك تحية ياسر العاني هل هو ياسر تحاسب عدتها ثم اشعر الموهبة هاي جثكة بالصدفة ولا أنت اكتشفتها فيك ولا هي نبرات معينة عندك تقدر أنك تستغل وهذا صعب جدا أن الواحد يقدر يطلع من طبق الطبق جدا صعب متل تغيير القرى العادي من كثر السمع والحفظ يعني أنت أدرك سميها أحب أسمع كل شيء طيب لما تقعد بينك و بين نفسك تسمع لمنه، ما رح نقول نتعلم، أنت مدرسة صرت ما شاء الله، تسمع لمنه، دن دن منه، منه اللي يجذب كيف يستحويك يعني عندك الفنان كاظم، الفنان كرم الساهر، أكيد، وجه له تحية، صرت طرب طبعاً الفنان أبو بكر سالم أكثر شيء من متعلق به الفنان عبدالله رواشد، الله، ممتاز، الأغاني القديمة مثلاً، الأغاني العربية القديمة مثل الفنان محمد عبدالوهاب، مدرسة، أحب أسمع كثير من فنانين، دعنا نسأل سؤال غير العادة، ما أكلتك المفضلة؟ آه، تقول لي دوان ما جرتها عجلة، شكله ليس متعشي ليوم الفنز سيضحكم، يعرفون أن أحب أكثر الأكلات، أكلها شابية، البيض مع طماطق يا الله كيف متواضع، نحن نقول دائماً الرقي في قمة التوابع لا أعطني سوشي، لا أعطني سوشي، أنا سوشي لا أحبه سبحان الله فعلاً، نقول رقي الفنان أو النجم أن يكون متواضع مع جمهورة، مع نفسه، عنده مصدقية في كل شيء، يعني مصدقيتك مع جمهورك، ما قلت سوشي مثلاً، قلت بيض ويا طماطق، لا لا، بيض ويا طماطق، نحن رقي بها علاقة جداً قوية، ربنا وصلنا لنهاية هذه الفقرة، بسرعة مرت علينا، أريد أن أخذ معلومة المشاهدين عن نفسك، شو تحب الناس أن تعرف عنك؟ أنه يعرفون أنه إنسان جداً متواضع، أحب الخير لكل الناس، ما عندي أذية على أحد، مو أنه جاي أندهب نفسي، رياضي ترى، رياضي، هاي طبيعة كلها رياضي، يعني أكثر الناس مرات ترى يشوفوني مثلاً في أماكن، حتى لي ما يفكرني في أنه يسيجي يقولي أنت لاعب، سبحان الله، يعني تجد بالأنظار، هذه نعمة من الله محبة الناس، الله يدمها عليك إن شاء الله، لا أدري، نريد أن نختم بأغنية أو نختم بأغنية قلت فيها عبدالله بالخير، ماذا رأي؟ أحد يرد علينا يا خبار، لا نختم بأغنيات أغنية لكم، عبدالله، الأغنية لك عفوا، أغنية لك، وبعد هذا اللقاء الثاني إن شاء الله، إن شاء الله، أغنية لك، الختامية تكون بأغنية لك أفضل، أي، حسناً ولك ملت، من بعدك ولك ملت، عليك تعودتاني، بعدك زاد أحزاني، هذا الشوك، خلاني أظل محتار، أنا أظل محتار، أعزائي المشاهدين، دعوه يختم، ما رأيك، دعونا نكسر القاعدة، أنت ستختم بعد أن نختم، حسناً، أنا أصير اليوم المقدم؟ لا، لا أريد أن أودع مشاهدينك، أكيد، أودع مشاهدينك، تفضل، أكيد جمهور الحبيب، إن شاء الله أستانستويانا، وكنت خفيفة عليكم، وكل اللي يحبوني، إن شاء الله يا رب يكون أد حسن بنكم، وانتظروا إن شاء الله عمالي غريبة جداً، وإن شاء الله كل ما هو يعجبكم، إن شاء الله بتخير، أعزائي المشاهدين، وصلنا لختام هذه الحلقة، وإن شاء الله كل جديد وحصر حيكون لنا الشاشة من المفضلة، شاشة القناة الضفرة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكراً أيضاً لأسامة ناجي الفنان العربي، والأستاذ ياصر العاني موجود بينا في خلف الكواليس، شكراً لكم على متابعتكم، إن شاء الله اللقاء يتذلوا إياكم يوم الأحد القادم، شكراً على خير، مشاهدين، كما نحن نوعدكم، إن سهراتنا تكون مؤرقة بالأصوات الجميلة والطربية، وهذا اللي وعدناكم فيه، طبقناه إن شاء الله بإذن الرحمن، نلقاكم على خير في نفس الموعد يوم الأحد إذا الله حيانا، نسمحونا على ألف خير، نسمحونا على ألف خير، نسمحونا على ألف خير، ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر